هل هناك مقاطعة دولية للعهد؟ لأنه لا يوجد لقاءات مهمة حتى اليوم الكلام عن شبه مقاطعة فرنسية للرئيس عون لم يتصل به ماكرون علما أنه صرح أنه سيتصل ويضع رئيسه الجمهورية بإطار اللقاء يخفي جوابه لما نكونه تحت تأكد لك أن هذا الموضوع هو أعلن لحد طلب منه ولا نحن أعلننا أنه قاله لنا أنه يتصل هو أعلن أنه يتصل لكن هناك مفد رسمي هو بيار دوكان أيضا لم يزور رئيس الجمهورية لأنه جاي وما زال رئيس مري أجا هو عم يقول وقت اللي بلغ عن زيارته أنه زيارتي أنا تقنية ومحددة الأشخاص اللي بدي يلتقى فيهم كرمين ملفات محددة تقنيا ما في مقاطع لأنه البعض ربطا بالعقوبات الأوروبية اللي عم ينحكي عنا وقيل وقتها أنه في طايلة ناس بمحيط رئاسة الجمهورية ما فيه ما شو اسمها العقوبات طالت رئيس التكتل في أكثر من هيك من محيط الرئيس هذيك أمريكية أمريكية بعد زيادة زد عليها أقل من الأمريكيين كل مرة شهر تلف سنة يعملون شغلة من هالنوع بالضغط الأمريكي يمكن يعملون ما بعرف بس إنه مش ضروري تكون كل اللي ينحكي بالإعلام يصير أو دقيق بس بموضوع رئيسة الجمهورية والمقاطعة لا أنا أبكد لك لا والدليل برجع بقلك يعني وأنا بقلك أكثر من هيك الحقيقة ما بعرف إذا يعني لازم أحكيه بس إنه صارت اتصالات تطمين بهيدا الموضوع إنه الرئيس بس عم بخلص ملف شي معين تصوروا معين ويحكي رأي جمهورية فيه الفرنسيين هاي دي مين حملة السفيرة الفرنسية حملت هذا الكلام مع أنه فلت بلا ما تصرح عظيم أنا أنا تعرفي قدرت إنه ما صرحت لأنه بالأصول الدبلوماسية تاريخيا هيك لازم يصير مش نقعد نحكي بالسياسة كل يوم من منبر يدخلوا بالقناصي ومخارج وقصص للهيدا تعرف ليه؟ بتفصلوا عقياسكن ملتزمين بالأنون نحنا ما فيه خوف علينا بتفصلوا عقياسكن فيه موضوع بحب أخذ رأيك فيه قبل ما نختم يلي هو السيادة المحطمة يلي صرنا فيها يعني يا خجل التاريخ من سيادتنا واستقلالنا عملياً هذا إذا وجدوا من الأساس يعني ما بعرف إذا البلد مبني حقاً على سيادة يعني هذا التدخل يلي عم يصير مثل مبارح اتصال أجبر وزير الداخلية بسام المولوي على اتخاذ قرار أو طلب من الأمن العام بترحيل معارضين لأنه عارضوا النظام في البحرين من استقالة الوزير الداحي كل هذا الأمر وكأنك صرت اليوم فيه مقال بجريدة الأخبار تتحدث عن أنه الرئيس بيقاتي يسعود لبنان يعني هذا اللي صرنا خلاص هاي عملية تقطأت الراس وصار مين مكان ما عم بحكي هون بس عن الخليل عم نحكي عن الجميع أنه بيفرض عليك مين بتحط ومين بتشيل وشو بتعمل ومين بتشحط ومين بتستقبل ومين كيف بتتصرف ومين بيعتذر ومين ما بيعتذر كيف قادرين تتحملوا هذا الأمر وأنتم السيادين يعني أنا بوافق على عبارة قلتية بغض النظر أنه السؤال كله منطقي ينسأل وطبيعي ينسأل بس في شي حضرتك اللي فطي نظر له أو قلتي أنه ما بعرف إذا كان في سيادي بهيدا البلد أنا بقلك بهيدا البلد كبلد نحنا ولا يمكن عنا سيادي في ناس هن أحرار وهن سياديين هيدا هو الموضوع وهون الفرق المؤسف أنه ولا بلحظة من اللحظات هيدا وهيدا منه نظرية هيدا الشعور بالانتماء لوطن سيد وحر ومستقل لم يتم تعميمه ما في قدرة على تعميمه في ناس خلقاني منه هيك هيدا المشكلة الحقيقة بس الناس خلقاني سيادية أكيد المؤسف اليوم اللي أنت عم تقولي شو ما وقفك؟ أكيد رافضين اليوم المفروض أنكم سياديين أنتو أحررين سيادي واستقلال وعينا على هيدا الشعار نحن سياديين مش مفروض شو ما وقفكم؟ تعرفي؟ نون إحراج ما هو شو بدي أقولك يعني هلأ إذا حكينا لنا كلمتين بدنا نطلع نقولوا عم تعمل أزمة هلأ مع شي دولي واللي هني كل يوم عم بيخترعوا حدث معيا حتى يتحججوا فيه ويعملوا ضغط إضافي على البلد أتألك شغلي اللي صار مبارحة مع وزير الداخلية أنا بالنسبة إلي هو أحد أوجه إفقاد لبنان واحد من الميزات التاريخية اللي كان فيها لبنان كان كله سوا كان يتغنوا فيه أنا ما كان على أيامي كنت أول ما خلقت أو بعضني أول ما نخلقان أنه لبنان كان هو موقل الحريات بهذا الشرق والناس اللي بدأ تعبر عن رأيها تجي تعبر عن رأيها باللبنان بارحة في ناس أنا بتصدقي ما سمعت المؤتمر وما بعرف مني حتى إلا قريت الحدث مذكرة وصلت لرئيس الحكومي ورئيس الحكومي يستنكر وشو بحرين الخير شو فيه هلأ شي جديد تعرفنا شو الخبرية الأكيد الأكيد اللي عم بصير هو محاولة إيجاد ذرائع لطق لبنان أكتر وأكتر على كل المستويات مين فتح المجال لهذه الذرائع مين فتح المجال؟ قلتلك الناس اللي هي بتقبل هذا الموضوع والجميع عم يقبل للأسف يعني يعني في منهم عم يقبلوا في منهم مجبر أخاك لبطل بس لأنه في مصلح بيعتبروا أنه في مصلحة بلد مع أنه ما في مصلحة لأي بلد خارج إطار سياته كرامته ما فيه وكل هذا اللي عم بيصير هو حجاج وأنا بقلك يعني حتى ما نكون يعني لبسنا كفوف بس ما قلعناهم بالكامل يعني أنه القرار الخليجي على لبنان مش مرتبط بحدث أو بتصريح مرتبط من لحظة قرار انتخاب ميشيل عون رئيس الجمهورية اللبنانية وهذا لن يتغير وسلاح المقاوم ولا هذا الموضوع لن يتغير طالما ميشيل عون هو رئيس الجمهورية يعني بتنحل القصة بآخر العهد برأيك؟ بل تشوفي مين جاي رئيس بعد منه مين جاي رئيس بعد منه في انتخابات مفروض تصير أنا بعين رئيس عليك الحال كان بعض بينحكي هيدا عنوان لحلقة لحالة أنا بدي أشكر حضورك وتلبيتك دعوة النائب استاذ جوج عطالله شكرا لمشاركتنا مشاهدينا شكر كبير لألكم ولمتابعتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة